لم تتغير ملامح المدينة درنا كثيرا عن صبيحة يوم العاصفة التي ضربتها ومدنا أخرى بمنطقة الجبل الأخضر تلك المباني التي دمرها دنييل وجرفتها السيول من لم يمت من أصحابها بات نازحا داخل المدينة وخارجها في أماكن قد لا تكون مجهزة لهذا الغرض بعض أولئك النازحين هم ثلاثمائة وخمسون عائلة تجهوا لمدينة شحات حيث آوتهم هناك مخيمات مؤقتة غير رسمية مع اقتراب فصل الشتاء وطقس جبلي بارد وممطر كان سببا في مأساتهم قبل أكثر من شهرين وفق آخر تقرير لمكتب شؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أما عدد من يتلقون المساعدات مؤخرا فبلغ أكثر من عشرة أضعاف هذا الرقام الذي نبه إليه مكتب الشؤون الإنسانية إذ تجاوز عدد من تلقوا تلك المساعدات ثلاثين ألفا خلال أسبوع واحد وفق الأرقام الأممية تقرير مكتب الشؤون الإنسانية أضاف أن من وصفهم بشركاء العمل الإنساني أعادوا تأهيل بئر في مدينة البيضاء لمعالجة التلوث وتمكين أكثر من خمسة عشر ألف شخص من الوصول لمياه الشرب كما تقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف أنها قدمت الدعم والخدمات الصحية لأكثر من مائة وأربعة وثلاثين ألف شخص في درنة إضافة لتوفير المياه النظيفة لخمسة وسبعين ألفا آخرين بينما تلقى ستة آلاف طفل خدمات الدعم النفسي حيث شددت المنظمة على أن الحاجة لحماية حق هؤلاء الأطفال في الحياة والنمو باتت أكثر إلحاحا بعد كارثة الفيضانات التي حل بالمدينة ويتساءل مراقبون عن دور الجهات المحلية الحكومية أو الأهلية في تقديم الدعم الإنساني والمساعدات للمتضررين إذ تقتصر الأخبار المتعلقة بهذا الصدد على سكوك تعويضات تسلمها الحكومة المكلفة على دفعات كان آخرها الدفعة السابعة قبل أيام بينما يبقى ملف إعادة الإعمار حبيسا للمؤتمرات الصحفية ومحاولات أخرى لجذب الجهات المانحة أو المنفذة في مؤتمرات دولية وصل استمرار الانقسام الحكومي في البلاد